لم تكن صرخات المتظاهرين في البصرة بالنسبة لساسة العراق انذار شؤم وتجلي فشل بل مادة خصبة للمزايدات السياسية والاتجار بالمعاناة لتشكيل كتل وتفكيك أخرى وإذ يسارع العبادي لتدارك الممكن من غضب البصريين أدار حلفاؤه في كتلة سائرون دفتهم نحو المعسكر الأقرب لإيران تحالف الفتح حتى غاد الرجل مصدوما من مطالبتهم العلنية في مجلس النواب باستقالته بذريعة الفشل الحكومي الواضح في البصرة لكن ما بعد الصدمة ليس كما قبلها فجهود سليماني تقارب أن تؤتي ثمارها بتحالف مرتقب بين الصدر والعامري مدعوما برفض مرجعية النجف لتولي أي مسؤول سابق رئاسة الحكومة فلم يعود أمام العباد الحائز على الدعم الأمريكي إلا الذهاب لحكومة طوارئ لمواجهة اصطفاف وكلاء إيران ضده بحسب صحيفة العرب اللندنية مصادر مطالعة نقلت عنها الصحيفة قالت إن الولايات المتحدة تستعد لدعم حكومة طوارئ بقيادة الأبادي تعمل بصلاحيات كاملة لتلبية مطالب المحتجين وهذا هو رهان الرجل على إنهاء أزمته على الأقل بصرف النظر عن أزمة البصرة لكن هذا متوقف على مدى توافق كتلتي الفتح وسائرون على مرشح لرئاسة الوزراء ويبدو أن تحالف العامري مستعد لقبول أي مرشح بديل عن الأعبادي في خضم غضب الشارع المتواصل ووصول الميليشيات إلى نقطة تقاطع مع الرجل ترجمها القيادي في ميليشيا الحجد أبو مهدي المهندس الذي أكد أن علاقتهم برئيس الحكومة متوترة ساردا رفض العباد المتكرر لتخصيص رواتب لعناصر ميليشيا الحجد بذريعة وجود عناصر فضائيين أما بخصوص الوضع المحتقن في الجنوب أرسل المهدي رسالة توافق استنفار ميليشياته على الأرض بأن واجب الحجد هو حماية العملية السياسية في العراق بصورة رأاها كثيرون كحلقة أخيرة من سيناريو استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني فإن لم يكن هناك عدو يقاتل بتهمة الإرهاب فإن واجب الميليشيات حماية النظام الحاكم